حيا المسائين وحياكم مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعالود في حلقة جديدة ومحطة جديدة والحسين رسالة مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية حياكم الله مرة أخرى أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونحن نتواصل دائما وإياكم على الحب وعالود وهذه الحلقات التي تقدم من برنامج الحسين رسالة ونحن بجوار القوة بالذهبية لأهل البيت سلام الله عليهم قبط سيد ياملاي الإمام الحسين وأخيه أبل فضل عباس سلام الله عليهما والحسين رسالة تعودنا في حلقات هذا البرنامج أن هو من عنوان البرنامج الحسين رسالة بالتالي هناك رسائل نقوم بإرسالها وإيداعها ونذكر بها ولعل الذكرى تنفع من يريد أن يتذكر حقيقة المحطة الأولى اللي راح نتكلم بها اللي هي راح نعطيها يعني مساحة بسيطة لكن حسب وجهة نظري أعتقد يعني يحتاج لها حلقات مطولة ويحتاج لها نقاش ويحتاج لها تذكير ويحتاج لها إلى عتب كبير جدا مو فقط على الحكومة على كل العراقيين لأنه الأمم اليوم والشعوب والحرارات لما تخلد وتكتب في التاريخ لا تكتب إلا بأقلام العلماء إلا بأقلام المبدعين إلا بأقلام الطاقات الإبداعية الخلابة سواء كانت مجالات الإبداع مجالات أكاديمية أو مجالات إبداعية أخرى فالنية كشعر وفنون ورياضة وكرة قدم إلى ما لنهي من هذه التفاصيل الباقية جانب الآخر جانب العلم المهم جدا اللي إحنا اليوم بأشد الحالة واحتياج كبير جدا لعلمائنا العراقيين اللي هم قادرين على لملمة هذا التشضي اللي حاصل بالهوية العراقية وبالمجتمع العراقي وبالعلم العراقي ومشاكل كثيرة لها أول وليس لها آخر سواء كانت سياسية صناعية اقتصادية اجتماعية زراعية وهلما جرى من هذه المشاكل اليوم نأبن حقيقة وبحزن شديد بحزن كبير جدا ولو أن هذه التعزية هي متأخرة نوعا ما لكن نذكر مثل ما قلنا نعزي أولا كل العراقيين ونعزي تأريخ العراق وحضارة العراق بكل محافظاتها بكل أطيافها بكل قومياتها وتوجهات الفكرية والدينية ونعزي أيضا على وجه الخصوص المحافظة الأجمل محافظة القلب محافظة بابل العزيزة بابل التاريخ بابل الحضارة بابل الحرف القانون الأول البشرية بابل العاصمة الأولى لدولة على مستوى الكون بابل وما أدراك ما بابل وللحديث عن بابل نحتاج إلى حلقات كثيرة وطويلة مثل ما هي باقي المحافظات العراقية لكن لبابل خصوصية خاصة في التاريخ ودعت بابل قبل أيام عالم من علماء العراق المهمين عالم من العلماء اللي سجلوا باسمهم تسع براءات اختراع للعراق ورفض أنه يسجلها باسمه إحدى براءات الاختراع لما كان في أمريكا وطلبوا منه أنه يسجلوها باسمه قالهم لا سجلوها باسم العراق وطبعا هم كانوا يتقصدون أنه يسجلوها باسمه حتى يغيبون شكل العراق وتاريخ العراق وهوية العراق مع شديد الأسف غادرنا إلى الدار الآخرة الدكتور والعالم العراقي والعالم العراقي العظيم الدكتور جليل الخفاجي طبعا التعزية إلى عائلته أولا وإلى زملاء أخوانا أصدقاء جامعة بابل وإلى محافظة بابل وإلى العراق بصورة عامة نحن لقناة الإمام الحسين الفضائية كان هناك محطة مهمة جداً مع هذا الرجل كان رحنا إلى بيته وقمنا بتسجيل حلقة معه واستعرضنا بحوث العلمية واستعرضنا براعة الاختراع اللي تم تسجيلها باسمه وكان الحديث ذو شجون وغصة في النفس بحيث أنه عالم عراقي كبير قام علمية مثل هذا الرجل ما يكون ماكو اهتمام به من قبل الدولة ولا كو اهتمام به من قبل المجتمع ولا كو اهتمام به من قبل على أقل التقادير أصحاب رؤوس الأموال باعتبار أنه بعض القضايا اليوم تجارية حسا إذا ما الدولة تهتم بها من باب علمي فعلى التجار أنه يهتمون بهذه القضايا من باب صناعي والرجل صاحب ابتكار مصل لمعالجة ومكافحة أمراض السرطان عند الأطفال وخسارة الأكبر هم خسارة أطفال البصرة حقيقة بهذه القضايا لأن الرجل اشتغل على هذا البحث العلمي من أجل أطفال البصرة لأنه صارت عندهم إصابات كثيرة بأمراض السرطان فالرجل قدر باختراع واكتشاف مصل كلقاح أولي ضد هذا المرض راح نعرض في شيء بسيط من الحلقة التي تم تسجيلها معاه وبعد ذلك نرجع نكمل هذا الحزن العراقي هذا الألم العراقي أنه يغادرنا رجل بهذه القامة العلمية وما حد يعرف لا يصلط عليه الله من قبل الإعلام لا من قبل مواقع التواصل الاجتماعي نعم ربما كان أكون مجلس عزاء إلا في محافظة بابل لكن هذا خسارة هكذا شخصية خسارة لكل البلد خسارة لكل العراق يعني إحنا ما يصير اليوم الفنان الكبير والقدير يغادرنا بدون أن واحد يعف بيه الرياضيين الكبار اللي يحملوا اسم العراق يروحون يغادرون هذه الحياة وماك واحد يلتفت لهم ويدق الباب ويشوف شينه احتياجاتهم يغادرنا عالم ويغادرنا دكتور ويغادرنا بروفيسور بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وما حد يعرف ما حد يدري يعني تفاجأ أنه أنت لما مثلا يدور حديث بينك وبين أحد الأخوة أو بالشارع أو في الفيسبوك وبالأكان والله شنت بفاتحة يابا فاتحة من فاتح الدكتور جليل وإذا تفاجأ أنه أنه ما يدرون العراقين ما يدرون أنه خسرة وقامة علمية كبيرة بحجم الدكتور جليل الخفاجي خلنا نتابع هذه المحطة القصيرة اللي مثل ما قلتي وهو دقائق مقتطعة من لقاء كنا قد أجريناه معه في داره في تحديدا في شهر رمضان الفائت خلنا نتابع تعالي أمريكا لقيتها بأمريكا بالألفين وطمعش بولاية فلوريدا والله بالألفين وارباطعش سنتين تماما مجلة صيدلانية دزت لي جليل تشاكلنا هذا البحث أخذ عصير الشواندر ودير علي ملح الرصاص أو الكروم هاي كلها قاتلة من تخلي دير العصير على هاي الأملاح يرسّب الرصاص يرسّب الكروم حلو وبالتالي يخلّصها من هذه السموية العالية بجسم الإنسان هذا ما أحد يدري به هو تبادل أيوني يسميه إحنا هذا أنا من لقيته قلت لك بالألفين وطمعش تدرون بواحد واحد ألفين وثمانطعش أمريكا سوّت معمل عصير الشواندر سوينا لهم جدوى فنية واقتصادية بل وعلى أساس المحافظة السوي وقلنا لهم يا أبا هذا أكو بالهاشمية أكو مكان مال خط إنتاج عصير هم فلاحين يستفادون تدري الشواندر مادة رخيصة بل صح وبنفس الوقت يعني يقدرون عمال يشتغلون بيه فلاحين أكو خط مجال ومجرد تنظفه سوي شراح وتعصره العصير ناخذه زين وأنا اقترحت يتوزع على طلاب المدارس مرتين بالسبوع وبطالة زجاجية نعم والزائد منه أو الألياف هاي للحيوانات طيب يعني هذي حمامت شنو من الأوراق السببانية ايه يعني يا سبحان الله أنا ما لعندي كتاب من التعليم العالي لا من الجامعة لا من السفارة حتى يسمحوا لي هاي شرهمة هذا الأستاذ قل لي قل لي دا أشوف بحوثك يعني ممتازة قل لي نقدر نساعدك نفتح لك مختبر فتح مختبر كملت كل الشغلات قلت له أنا سريد أشعة بأشعة قامة قلت لي لأنه هي هو الأشعة قامة لمسرطنة أريد أشوف قابلية هذا الكرفوس اشقت قابلية زين قال إذا أشعة قامة لازم أحصل موافقة الحكومة الأمريكية طيب أنا فريت بيدي بسكوت أي يسيب عبالي مثل مثل بالعراق وراء سنة يجي يقول لم تحصل الموافقة كتابنا هذا كان يوم يا كتاب بالتليفون خلصها ما أعرف بيش يوم الاثنين كان الحديث الخميس بالليل خابرني قال لي حصلت موافقة الحكومة الأمريكية الستة هنا لا تروح أنت عراقي بعراقي ما يخلك تدخل مختبر مو يشغلوا لك مطاعل هذا اليهودي دكتور كمل لأنه هذا الكلام قلت لأ قلت لبروفيسور جورج أنا خاف أحتاجك خاف شي لأنه عدي أرقام كثيرة زين قال لي والله قال لي جليل انطيتك بتليفون البيت ما منطيل أحد شوف هو مولي وسواد عيوني شوف الياباني من اللي يحضر البحث ثلاثين عالم الله ياباني لا العالم كله هذا المؤتمر كانت مساويته أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وألمانيا يسموها السيرز مجموعة خمس دول أنا أوجهه لدعوة رحد أنا المسلم الوحيد ليس العربي الوحيد هذا المشاهد الكرام تابعنا هذه المقتطفات من اللقاء كنا مثل ما أشرت أجريناه مع الدكتور المرحوم جليل خفاجي طبعاً اللي تابع اللقاء ممكن أنه يقدر يرجع له باليوتيوب يشوفه منشور لكن الكلام اللي تحدث به أولاً به عبرة كبيرة وغصة كبيرة لما دكتور طاقة علمية وصاحب اكتشاف وصاحب اختراع يخلص البلد من من أخطر مرض على بالتاريخ اللي هو مرض السرطان وخصوصاً اللي يصيب الأطفال وهذا الاكتشاف وهذا الاختراع من مادة بسيطة جداً هي مادة اللي شو أنذر اللي شو أنذر يجنيه وبطريقته هو ويحوله إلى عصير ويعطيه مصل مضاد للأطفال بالسبوع مرتين لطلاب المدارس هو بالمجان ويقول بالمناسبة هو مو فقط يعني هو مو فقط مصل يخلصنا من مرض السرطان لا بجذوة اقتصادية وباستطاعتها استقطاب أكبر يد عاملة في البلد ومن الممكن أنه نكون نحن مصدرين لهذا المصل لا الوزارة تدري لا الجامعة تدري لا العراق يدري لا الحلة تدري ويغادر إلى عن طريق صديق بعلاقة الشخصية مع دكتور يهودي دكتور يهودي اللي أمن له الحضور إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومثل ما سمعنا كلامه يوم الثنين خابرة يوم الخميس قال له تعال تعال حصلت موافقة الحكومة الأمريكية بزمن رئيس أوباما وشغلوا للمفاعل النووي الأمريكي يعني ما أفتهم إحنا ب لما نسمع هيتش كلام ولما العراقين يسمعون هيتش كلام شي سوون لما يهانون علمائنا بهذه الطريقة من قبل من قبل وزارتهم من قبل الساسة من قبل سمعرف يوه كل إحنا بالمناسبة وليزعل خليزعل كل إحنا نعمل ونكون سبب بهذه الإهانة لهذه الطاقات العلمية وإحنا مسلمين وإحنا شيعة محمد وآل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام والدكتور إبننا ومن الحلة وما حد يدري به خلف الله على أمريكا وخلف الله على أوباما وبالتالي يقدم بحث العلمي وفي 1-1-2018 يبنى هذا المعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ومن الممكن أنه إحنا نتحول إلى مستوردين من الولايات المتحدة الأمريكية وغير براءات الاختراع الباقي اللي اكتشف هذا الرجل يغادرنا لما دخلنا إلى بيته حقيقة اللي يدخل إلى بيته يصاب بالهستيريا لأنه البحوث بحوث العلمية وكتبة وتفاصيله نفرغ لهم غرفة الرجل ونخليهن على الكاشي وما تقدر تطبل الغرفة من التراب الماكلين يعني ما والله العظيم نطالب إحنا مرات بالإعلام نطالب إنه نكون الإعلام يتحدث بحيادية وما يصير عصبي ويتحدث بهذه اللغة المنمقة وهذه العبارات الفلفاظة اللي اللي متشه جرح ولا الشافي قلب وين رايحين إحنا ببلدنا إحنا أمام مشكلة لحد الآن ما قدرنا نحلها وحلها ماكو أبسط مننا ناس تريد لها قانون انتخابات مفوضية رئيس وزراء مستقيل حل البرلمان وانتخابات مبكرة قصة علم الذرة يعني اليوم هذه لما تقدم للمثل الحكومات للسلطات الموجودة اليوم تحكم البلد شا تريد الناس تريد وكالة مثل وكالة ناس الفضائية لا تريد السوونة مستعمرة مثل بالقمار لا نصعد إلى كوكب زحل لا عيفين لني نصعد حتى كأس العالم ما نصعد له نستضيف كأس العالم مهي مرات الإنسان عليه أنه يفهم ما هي الأمنية وما هي الحقوق أو ما هي المطالب يعني شنو إحنا اليوم الأمنياتنا شنو أسعي عراق السئلة شنو أمنياتك والله الأمن والأمان والله أتعين والله تخلص هاي الهوسة والله يجينا واحد خوش آدمي بالله هي هاي أمنيات طيب إذا كانت هذه الأمنيات لعد لعد أنه راهي وكالة ناس الفضائية بعلماءنا بدكتور جليل وغير دكتور جليل هاي شنسميها ما أعرف الله شنسميها ولا أعرف أعلى قمينا على هذا الموضوع لأنه موضوع موئلي وموضوع شائك وممكن أنه نجرح فلان ونجرح فلان وتعال هذا لحد يجرحهم ولحد يغثهم وإحنا مخثوثين وإحنا اللي قاعد ندفع هذا الثمن بسبب هذا التجاهل لعلمائنا بسبب هذا التجاهل لطاقاتنا العلمية وأنا متأكد اليوم عدنا مثل دكتور جليل آلاف موجودين بالعراق من يدقي الباب عليهم؟ يعني إحنا مو كافي لغة بندقية نحتاج بس بنادق يعني البلد اليوم انحصر تخندق بهذه العسكرة بس البندقية هي تشتغل لعد الأقلام ش نسوي بها اليوم لما جامعاتنا تخرج هذا الكم الهائل من القلبة وين ذول يروحون؟ نخرج أطباء ونخرج مهندسين نخرج محامين وتالي ما تالي كلهم نحولهم إلى ما بين قوسين إلى سواق للستوتات وهمزياً همزياً يعني اليوم ما عندنا ستوتات عندنا شي سمونا تكتك اليوم عندنا سواق ستوتات سواق تكتك وسواق سواق سعيبات حنا لله وإن الله راجعون موضوع جداً مؤلم خلي أغادر وأروح إلى حلقتي اللي هي اللي هي معرف هم أمنية والتمني رأس مال المفلسين المشكلة هو من يتمناه ومفلس لأنه هو التمني رأس مال المفلسين ومانيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة اليوم اللي يريد والشاعر أيضاً العربي حسنا المشكلة أنه حسنا المشكلة إحنا عرب ونستشهد بأقواننا العربية غير نطبقها لما نقول مرامة وصل الشمس حاك خيوطها سبباً إلى آماله وتعلقها مو يقعد بالشمس لما نجي كلفين الدنيا مواشكلة الحياة تصنع من خلال العلماء فإذا كان العالم يموت وما ندري به خوش هاي حياته وخوش علماء المهم أروح إلى مجموعة من الصور هسا هذا شغل العلماء اللي إحنا ما انتبهنا له وأرجع وأكرر وأقول هسا مو الخاطر علميتهم الخاطر الاقتصاد والخاطر للفلوس سووا لهم مصانع سووا لهم معامل وأنتوا راح تستفادوا من لعدهم هاي ولو هاي تعلي بتاعت القضية ومنظر اللي إحنا معتمدين عن نفط وآني أمنيتي هسا الآن ما أريد أصبح أمنيتي لأنه حتى يقولون دائما الإعلام يكون مستقل ومحايد وما يحشي لكن آني شخصيا شخصيا أتمنى نصبح الصبح نلقي الكرة الأرضية بها فالثقب خصوصا بالعراق وما أكون نفط بالعراق حتى نشوف كيف ستدار الدولة إذا ما عدنا نفط أروح إلى مجموعة من الصور مجموعة جميلة جدا ورائعة وراقية من الصور أيضا مجموعة شباب عراقيين عدهم يشوفون حالهم حال حالهم حال كل العالم اليوم اللي نقول العالم تحول إلى قرية صغيرة يشوفون أنه باليابان يصنعون هاتف نقال محمول بفلان دولة يصنعون طيارة هم أيضا بأدواتهم البسيطة الخاصة صنعوا طيارة وخلينا نتابع الصور صورة رقم واحد زمي المخرج خلينا نتابعها بالجو هذه الصورة البدائية طبعا بالمناسبة خلوها بالجو هسا تطلع مو زينة مو حلوة مطير أنا مو شغلي هنا أنا شغلي يم هاذي الطاقة يم هاذي العقلية اللي تقدر تصنع من الركام تصنع مادة حيوية وفعالة مو شغلي أنا هسا يم هسا واحد يقل لنا وشين هاي مو حلوة أخي مو هي القصة مو قصة حلوة أو مو حلوة ولا قصة تطير أو مطير لكن القصة إنه أكو عقول تفكر تريد تريد طلع طاقاتها لو توفرت لها مصانح حقيقية وتبلور شغلها بالشغل الأكاديمي الآخر لا لكان أنجزت اليوم ما تصبوا إليه وما تحلموا به أشوف الصورة الثانية نفس اللقطة تخليها طيارة ما تقفها هسا ما أعرفوا منين جاي من التنك من هذه المهمة وصنعها الرجل تخليها مروحية ومن الممكن أنه تطير في تحلق في الهواء صورة الثالثة هاي الصورة الثالثة شوف بسيطين يعني يعني خلوها خلوها بالله شوفوا شوفوا العنوان هسا مرات يقولون الكتاب بين من عنوانه حالتهم المادية بين من ملابسهم شوفوا ملابسهم شون ملابس بسيطة ورشتهم بسيطة بالشميس بالقاع حاطين كاوياتهم حاطين حدايدهم وتائراتهم ويصنعون يعني هذا الشعب مو هظيمة واحد يكسر خاطرة مو 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 لازم أكون أخافة من الله هسا إحنا إذا إذا تركنا كل التفاصيل الباقية فعلى أقل التقادير إحنا مسلمين وإحنا شيعة ونخاف من الله ونخاف من أهل البيت وأهل البيت هم علماء الدنيا والآخرة هسا هي مجموعة من الصور اللي يصنعون طيارة بعد العراقيين العراقيين عظماء بكل تفاصيلهم وهذا سبب أنه لما نشعر بوطنيتنا وبقوميتنا وما نسمح الواحد يحشى على العراق ولا على العراقي لأنه طاقات طاقاتهم العلمية طاقات علمية ما موجودة بكل العالم لما لما يكون عندنا مثل دكتور جليل اللي ما موجود بالعالم اللي مؤتمر يقام من قبل أمريكا واليابان والصين وهو المسلم الوحيد بالمؤتمر مو العربي الوحيد لا المسلم الوحيد يعني من بيان ما أعرفش قد عدد تسر المسلمين مليارين صاروا ثلاث مليارات خير من الله هو الوحيد اللي حاضر بياناته هذا هذا مو مو إنجاز كبير هذا هذا مو نصر للإسلام هذا مو يعطي صورة للإسلام إنه ترى ترى المسلمين مو ذو اللي داعش وهذا لكلهم كلهم بصخ وكلهم قمض لا المسلمين ذو اللي دكتور جليل وغير دكتور جليل ذو اللي المسلمين الحقيقين عموما أبقى بالعقلية العراقية والعقلية المسلمة والعقلية الفعالة أيضا أحد الأخوة بأدوات بسيطة جاب محرك سيارة وأهله وأعادة للحياة خلينا تابع الصور تابع الصور رقم واحد هذه طبعا هو فيه في تلعفر على ما أعتقد في قضاء تلعفر هاي الصورة الأولى ما تعب نفسه لأنه لأنه هم ذولة يعني هم ذولة اللي ما يعرف العراقيين نحن نقول له شون العراقيين العراق اليوم خلي وين ما تصنعه وين ما تذبه بأي مكان ما بي حياة يصنع حياة شوفوا الصورة الثانية تعب عليها وكملها بهذه الكيفية وصورة الثانية الزميل المخرج طبعا هنا كلهم صور لهذه السيارة قطع غيار موجودة وبسيطة ويدوية وشادر وما أعرف شنوه جابهن ورتبهن وصفطهن وسواهن بهذه الكيفية صورة اللي بعدها حتى شوفش طلعنا هاي السيارة صبغها طلعها يعني أنا متأكد اليوم هايش نوع من السيارات اليوم ارجع لي زي من المخرج اكو اكو قصة عد المشاهير وعد أصحاب الأثرياء وذولة أصحاب رؤوس الأموال يريد يتميز يريد يتفرد مثلا يجي لابس له مثلا فد سترة ملخة مشاقق ليش حتى يجذب الانتباه حتى تلاحق الأضواء ويكون نجم اكو بيهم لا يعني كل من ومزاجيته اكو واحد لا يبحث عن الساعات اكو واحد يريد محابس اكو واحد يريد أقلام طبعا ما حد يريد أقلام لأنه بس العلماء يريدون أقلام وإلا هاي الوادي من العدفلوس لا اكو قسم آخر عنده فوابية السيارات يجي سيارة فبالتالي هكذا نوع من السيارات لو صنعها ومو قصة يعني مو قصة يعني ذول اللي يصنعونهم طيارة ويصنعونهم سيارة ببيوتهم تصوروا لو أنطناهم معمل وورشة ومواد أولية ووفرنا لهم وقلنا لهم هاكم هاكم وتعالوا يا العلماء الأكاديميين ساعدوهم شو راح يصير عندنا راح يصير انفجار علمي وثورة صناعية كبيرة جدا في العراق وإحنا اليوم موضوعنا بهذا الخصوص أنه لو فتح المجال للصناعة في العراق لقضينا على كل المشاكل اللي موجودة عندنا بهذا البلد لأنه المشكلة الرئيسية هي مشكلة المال الفقر وأدق من عبر عن الفقر وأعطى رسالة كبيرة جدا على كل العقلاء على كل عدهم عدهم مخافة من الله وعدهم حب لهذه الحياة أن يدققون بما قاله أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الرجل العظيم قال لو كان الفقر لو كان الفقر رجلا الفقر لأنه كان ترفع المبتدأ لو كان الفقر رجلا لا قتلته لو كان يعني لو الفقر رجل قتله هذا على ابن أبي طالب يقول سلام الله عليه هذا القامة اللي اللي لا من الأولين ولا من الآخرين باعتباره هو نفس النبي المرسل يقول هذه العبارة الكبيرة العظيمة والفقر من يجي الفقر يجي من رأس المال ما عنده بالمناسبة هو الفقر مو بالضرورة مرات يكون فقر مادي لا مرات يكون فقر علمي مرات يكون فقر اجتماعي فقر مثلا بالحنية وهذا التفاصيل الحياتية الباقية لكن هو الإشارة هنا تذهب إلى الفقر المادي لأنه وفر للإنسان سكن وفر له شغلة وفر له مصرف يومي ما راح يصير عندك مشاكل بالعكس راح تلقيه ساعة بالسبعة هو نايم ليش لأن الصبح عنده شغله يطلع على باب الله بس هو إذا عالطالب الطاط يبلش بالفيسبوك من المغرب للعشرة النوب يروح لتويتر النوب يروح لليوتيوب صارت الساعة باثناش ظل مجلب بالبوبجي من اثناش للستة الصبح وصبح الصبح نايم ومشكلة عندنا كبيرة جدا بالعراق احنا البلد الصناعي احنا البلد الزراعي لحد هذه اللحظة ماكو واحد يقول يا جماعة الخير تعالوا حل مشكلتنا بسيط شلون هاي المصانع عندنا بالله افتحوها شغل الشباب بها تنتهي المشكلة حتى هاي التظاهرات هاي التظاهرات اللي صار لها ثلاثة شهر طلابه بمصطلح عراقي بحت اقوله طلابه مرثة يعني احنا العراقيين اعتز دائما بلهجتنا وبلغتنا هاي الاطلابه وهاي المشكلة لو كانت هناك مصانع تحتوي هذا العدد الكبير من الشباب لو المهندس نفتح لورشة او نودي لمعمل اللي الاخر المعلم اللي يتخرج مو يروح لسوق ستوتا نودي للمدرسة ونخلي يخرج الأجيال واللي ما عنده مثلا درجة علمية او ما عنده شهادة نفتح له نخلي هاي المصانع والمعامل هي تحتويهم ابدا ما كان لقينة تسكع عندنا ولا صارت عندنا جريمة ولا صارت عندنا كل هذه التفاصيل الباقي خلي اتابع هذا التقرير اللي يتحدث بهذا الموضوع وبقضية تفعيل دور القطاع الخاص احنا اذا ايسنا من الدولة اكو حل اخر واكو باب ثاني ممكن انه نطرق هذا الباب ويقوم بحل هذه المشاكل خلينا نتابع التقرير ونرجع نكمل معاكم محطاتنا اللي قد تكون طرح مؤلم في حلقة هذا اليوم منذ فترة ليست بالقصيرة والعراق يعاني من خلل في هيكليته الاقتصادية وبصورة تعكس مدى ابتعاد البلاد عن النهج التنموي الذي يضمن البناء الاقتصادي السليم بالاضافة الى بروز العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم وارتفاع مستويات الفقر بالاضافة الى الكثير من المشاكل التي خلفها هذا الخلل الهيكلي والذي يمكن ارجعه الى عوامل عديدة لعل اهمها هيمنة القطاع العام على العملية الاقتصادية والتنموية خلال العقود السابقة واهمالها للقطاع الخاص بصورة ادت في النهاية الى ضمور النشاطات الاقتصادية الخاصة وانعدام هويتها وتحولها بالتدريج الى تابع صغير للقطاع العام الانظمة المتعاقبة سواء النظام الدكتاتوري البائد او النظام اللي ايجا بعد التغيير سعت هذن النظامين على تدمير البنية التحتية المتمثلة بالاقتصاد الوطني الكل يعرف انه الاقتصاد الوطني اللي يبنيه هو الطبقة الوسطى طبقة الوسطى سعت هذه الانظمة الى تفتيتها وتدميرها وبالتالي القوة اللي تمنح الاقتصاد قوة انزالت احنا اليوم امام مشكلة حقيقية اللي هي تتمثل بي تدمير كل المصانع اللي انشئت واللي كانت موجودة واللي هي كانت عماد الاقتصاد الوطني واللي تقدم منتوجات على مختلف مختلف الصعود هذه احنا اليوم لازم نوقف وقفة جادة من عندها ونوجد الحلول المناسبة اللي تتمثل اساسا بايجاد قطاع مختلط وفتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية كون انه سياسة السوق اذا نفتح على مصرعها راح تكون عامل سلبي مؤثر ومؤذي الغاية الاساسية هي شنون احمي منتجي الوطني في ظل الصناعات الحالية الموجودة هو انه الدولة او الحكومات القادمة انه تسعى لانه توفر امكانيات مادية للنهوض بهذا القطاع وانتشاله من واقعه المتردي طبعا اولا ما ممكن تصور بناء دولة ومؤسسات دولة في حالة انهيار الاقتصاد او الصناعة بشكل تحديدا القطاع الخاص حاننا منذ زمن من التخبط الاقتصادي وعدم الاستقرار ثم كانت الضربة القاضية عندما انفلتت الحدود بعد التغيير واصبحت الاسواق العراقية تحت رحمة المنتجات الاجنبية لكن الان بدت تباشير نهضة جميلة وتبعث على الامل ولكن تعتمد الحقيقة بشكل مختصر على اركان ثلاثة على مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالاقتصاد وعلى المواطن وعلى المستثمرين من الطبقة المستثمر الوسطى البرجواجية الصغيرة كما احيانا يعبر عنها وهي صاحبة القطاع الخاص القطاع الخاص يعتبر اولا نهضة في التشريعات والقوانين التي تحمي المنتج لانه بدون وضع حماية اكيدة معناة المنتج ما رح يوصل الى منافسة الاخرين مراقبون اكدوا على ضرورة تقديم دعم مباشر للقطاع الخاص وتوفير منح جديدة لاعادة اعمار المنشآت الاقتصادية المتضررة والمدمرة ومساعدتها على العمل وضخ دماء جديد فيها والعمل على تذيل العقبات والروتين التي يواجهها المستثمرون في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على انتاجية المصانع وقدرتها على المنافسة والتشغيل وضرورة توفير التسهيلات القانونية والدعم اللازم للقطاع الخاص لتشجيعها على الاستثمار في كافة المجالات وان كان من خلال مشاريع صغيرة قادرة على الاستمرار والنجاح لتتوسع مستقبلا الى مشاريع كبيرة طبعا على مستوى المنظور والساحة العراقية والشباب العراقي يحتاج انه مبادرة بسيطة اسمها ثورة صناعية الثورة الصناعية هي اللي تحدد كل هذا الشباب الموجودين بكل تخصصاتهم شهاداتهم كفاءات الموجودة عندنا هواية طبعا ومعروف الشارع العراقي بكفاءاته مترو سترس فلو مبادرة بسيطة يسمها الثورة الصناعية لتفعيل كافة المعامل اللي موتها التاجر والمستفيد من التجارة والاستيراد الخارجي انه نسوي ثورة صناعية حتى نستفاد من طاقات الشباب نستفاد من كفاءاتنا الموجودين المهندسين وغيرها حتى الخريج يضمن النفس باشر تعيين حتى على المستوى التجاري يعني مو بالضرورة حكومي اهلي لكن القطاع الخاص متوقف القطاع المشترك متوقف وهذا واضح هناك جهات تميل الى الاستيراد الخارجي للاستفادة طبعا من الامور الفساد الموجودة على مستوى المعابر وغيرها وهكذا فانحنا نريد من السياسي الجاي او ايا كان اللي يجي سياسي او تاجر لازم يفعل قضية الصناعة الصناعة الداخلية مصانع هواي عندنا يعني مثلها السهاي الالبان والعراق مثلا صناعة الاقمشة الموجود مصنع التاجي او مصنع الكوت فهواي عندنا مصانع احنا فيا حب ذا لو بالفترة القادمة ان شاء الله اذا اكو سياسي حريص على مستقبل شبابنا ومستقبل العراق وديمومة الطاقات الموجودة بالداخل العراقي يا حب ذا لو يستغلون هذا المشروع كبداية فيما بعد ان شاء الله تتفعل الامور الى ما هو احسن ان شاء الله ببركة السلامة محمد وعلي محمد للقطاع الخاص دور كبير في عادة الحياة للمصانع العراقية وتشغيل الشباب وتوفير فرص استثمارية كبيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي وصناعي في البلاد لبرنامج الحسين رسالة على الخالدي كربلا المقدسة اذا المشاهدين تابعنا هذا التقرير اللي يعدوا عن الزملاء حول هذه المسألة وحول هذا الموضوع بالمناسبة يعني احنا اليوم ليش نتكلم مع القطاع الخاص ليش نتكلم ونوجه ندائنا الى اصحاب رؤوس الاموال لانه وصلنا الى طريق مسدود مع الحكومة ومع الدولة لا مو الدولة الحكومة باعتبار ان الدولة هي مجموعة مؤسسات بيها من ضمنها الحكومة من ضمنها القضاء ومن ضمنها البرلمان ومن ضمنها التفاصيل ملينا من الكلام مع المسؤول فبالتالي نوجه كلامنا ونوجه ندائنا الى الى اصحاب رؤوس الاموال العراقيين احنا ليش اليوم يعني ما سمعنا انه اكو مصنع نبنى بالمحافظة الفلانية بس نسمع ببناء كوفي الشوبات مثلا هسا مثلا ادخل لها كربلة شوف كوفي متروسة كربلة وكل المحافظات العراقية مو بس كربلة كوفي الشوبات وقهاوي موجودة للشباب مولات ما شاء الله لما تدخل اليوم الى اي مول الى اي سوق للتبضع شوفه مبني بطراز تقول احنا وين محق يعني احنا موجودين بالعراق مدن العاب هم ما شاء الله هواي فنادق محلات عمارات بس ما سمعنا واحد بناء لمعمل او واحد بناء لمصنع او واحد صفا قال اوقف احنا لما نبني هذه الموضات ونبني هذه السوبر ماركتات للتسوق والتبضع هاي البضاعة الموجودة منين هاي الناس اللي صايرة كتل كتل للتسوق والتبضع هادي اش تاخذ تاخذ مواد اش تدفع عمو كان ادفع عمو كان فلوس هذي المواد منين نجيبها ليش نستوردها ليش ما انا اسوي لي معمل واني اسوي لي مصنع هنا واصنع هذه المادة ومكان ما تروح يعني مكان ما احنا اليوم حتى العملة الصعبة تتهرب لفلان وفلان ندخليها انه واحنا بالمناسبة واحنا عندنا طاقات يعني العراقيين اذا حطوا قضي بالهم بمسألة يسوها احد الشباب يسوها هذه العربة مع المتحركين هذه العربة مع المعاقين اشتغل عليها ويحولها الى عربة ذكية بحيث تشتغل بلغة الاشارة يعني مكان ما هذا ما يسمى يعني هذا القير اللي موجود ليحركها او هذه الدقام اللي تحركها ربما واحد هو لا عنده شلل رباعي يعني ديها واقفة ورجلها واقفة هذا شون يستفيد من العربة خلى له جهاز ذكي صناعه وخلىه بالشسمة بهذه العربة بحيث يستطيع التحكم بها عن طريق الاشارة يعني يرجع راسه لي ورا ترجع العربة قد مليك الدام وهكذا بالجوانب يعني ممكن اشوف ولو عدي اتصال زميل مخرج خلي اخذ اتصال لدكتور غالب وبعد ذلك ارجع اتابع هذه المادة المادة الرائعة جدا اللي نقول احنا ترى العراقيين مفارغين يا جماعة ترى العراقيين يعني حقيقة فلتات وطاقات علمية كبيرة جدا لكن ما يتم استغلالها بالشكل الصحيح اخذ الاتصال لدكتور غالب الدعمي رئيس قسم الصحف في جامعة البي دكتور غالب حياك الله الله يحفظك تمنى اليوم يكون يعني ما عندنا خطأ بالشبكة حتى نكمل حديثنا بشكل ممتاز دكتور تفعيل يعني بعد ان عجزنا وسائمنا ومللنا من مخاطبة الحكومة لتشغيل المصانع والمعامل بحيث انه احنا تذكر جنابك ويذكرون كل العراقيين بذاك الزمن كانت كل الشركات هي حكومية وشركات المقاولات وعدنا تصنيع عسكري وعدنا البان وعدنا اشكال والوان يوم كل شي ما عندنا من فضل الله فبالتالي كيف سيساهم القطاع الخاص في حل حل مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة البطالة عندنا والقضاء على هذه المشكلة في حالة تم الالتفات إليها من قبل أصحاب رؤوس الأموال يعني احنا كافي مولات وكوفي شوبات وأسواق وسوبر ماركتات ما عندنا واحد يفكر ببناء مصنع أو معمل يستوعب هذه الطاقات استاذ أحمد بيلي يعني حتى تعرف أول مرة السلام عليكم عليكم السلام حياك الله شعدي خناة الإمام الحسين حياك الله حب أقول لك في الملاحظة في الجانب هذا بلي الصناعة الوطنية في الأراضي غير محمية تماما غير محمية غير محمية غير محمية من الدولة نفسها طبعا هي يعني الدولة اللي أحد اجزاها الحكومة زين الحكومة كافراد فيها عدم حماية المنتوج الوطني يعود بالفائدة لها يعني هؤلاء ياخذون كومشنال بل واموال من شركات أخرى طيب أو من تجار كبار طيب هدفهم جعل السوق العراقية استهلاكية زين وإحنا كل التقارير تشير إلى أن المواطن العراقي مواطن استهلاكي يعني يحب يشتري مجملتين بل عنده واحدة يشتري ثاني يحب يشتري ثانيين تلفزيونات يحب يشتري حال ثلاثة أربع حاجات وما يستخدمهم طبعا بالمناسب وما يستخدمهم صح قائد الشركات العالمية انتنهتلها وعدهم دراسات للسوق وأنا يعني تعرفا الآن رجل إعلام متخصص وصل على الدراسات التي تقوم بها الشركات التركية الإيرانية السعودية وشركات أخرى كثيرة والإكولاتية طبعا فدراسة السوق العراقية بهذه الحالة يعني هو مستهلك كبير جدا للبضايا فعدما يكون تاجر كبير بالعراق يستورد البضايا من الخارج يحصل على مليارات الدنامية سيشهريا بعد فيهم الغير العراقي فيهم الانتاج فيهم الفقراء وفيهم عدد الناس اللي جاعدين بالصفية والمهجرين واللي ما عدل مرواتين أخي مو شغلة مو ش أنا شانا يأخذ فلوس بوجود فاسدين بالموانئ وجود فاسد بالتشريعات زين فهال العملية أقول لك إذا لم يتم معالجتها بشكل دقيق رح نستمر بهذا طيب ممكن وإلا نعم بلي بلي كمل 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 كلعمك دكتور إيه طيب إنت بس يعني معالجتها مو عن يطريق هؤلاء يعني فاقد الشيء لا يعطيه نحن نقول أجنى مثل شابي يعني حشات وحشة الجمهور يعني نطلب من حاسن عال تعمح المثل هذا زين بس نحن نجملها ونقول فاقد الشيء لا يعطيه إيه بلي هذول فاقدين الأشياء فاقدين الكرامة لذلك صعب أن تتفهموا يهم ليش يرعون للقانون يخدم هذا البلد طيب 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 دكتور طيب هسهما انتهينا منها فاقد الشيء لا يعطيه والله دكتور المثل الشعبي أحلى بس هسنا هم ومشكلة بالإعلام هم يقول لك لا هذه ألفاظ ومدرشلون نمقنا العبارة فاقد الشيء لا يعطيه بس المثل الشعبي جيسي لقلب أكثر عموما اليوم أصحاب رؤوس الأموال يقدرون يساهمون يعني بالتظافر والتكاتف مع أبناء الشعب يعني نقول إحنا مثلا يا با أوقفوا هذول ما يردون ما يردون نفتح معمل ولا نصنع ولا كذا ولا كذا إحنا أصحاب رؤوس أموال حدود مفتوحة من الممكن أنه نجيب المادة الأولية والتولدنا موجودين مهندسينا طاقاتنا كفاءاتنا اليد العام الباقي تعالوا اشتغلوا واليوم أكو توجه لدعم المنتج المحلي والمنتج الوطني طوز أحد عناصر دعم المنتج الوطني الرغبة الاستهلاك الناس المواطنة هسا إذا أشوف بالمحلات يجيسها يقول لي هذا الجبن يقول لي إيراني سعودي تخليلها أريد عراقل زين شو صحي واحد بلي بيشتري العراقل دكتور دكتور بعض الشريكات دكتور بعض الشريكات آه نعم بس إذا تسمح لي أريد شوية تعطيه بعد أكثر يعني إحنا ما أريد بس الجبن والقيامر والمرب أريد ملابس أريد صناعة أريد ألعاب أطفال أريد تفاصيل باقية لا عدنا معامل ضخمة عدنا معامل ألميوم أي عدنا معامل الحبيبات البلاستيكية التي تدخل في عشرات الصناعات على الرغم من الآن أكون محاولة لتعطيل هذا المعمل من قبل التجار لأن في حالة إنتاج هذه المادة الأولية التي هي رفيصة بالعراف بني تكون استضرر الرئيس من إنتاج اللدائم في العراف عندما تنتج هذه المادة التي تستهلك بالعراف وتشغل عشرات الموظفين لأن هذه المادة الرئيسية تدخل بالمصانع الأخرى فشب الجد رح سسهل على المنتج الأراقي وبالتالي معناها تشتعل المعامل وتنعكس على تشغيل على توقيف الشباب لكن بحالة أخرى لكن بلي لحنا مو بس نفكر بنتج لأنه ترى الجشع عادة هو شريك الإنسان ليس ليس الجميع لكن شريك الأغلب بلي حتى يتجاوز هذه الحالة يفترض أن يكون أدنى قانون التقاعد الخاف اللي هذا موجود في كل دول العالم كل دول العالم يا قانون يا قانون تقاعد تقاعد الخاف يسمونه زين هذا القانون بس أريد منك دقيقة وحدة فضل هذا يبطي أي مواطن بالتقاعد حتى لو قاعد البيئة بس يروح يدفع توقفات ضريبية وقيمة التقاعد تعتمد على قيمة ما يدفعه من توقفات ضريبية أنت تدفعك الموظف إذا نفرض معلم تدفعه بالشهر ما بعش ألف والدولة تتحمل منك 25 ألف شهريا أو 35 ألف زين المواطن إذا دسه هذا المبلغ شوي أكثر 6 ألف بنار في العالم طبعا يقارنه أنت تاخد تقاعدك عمر معين 63 سنة أو إذا صار وفا أو إذا صار خلل عندك أوك تاخد راسبة أسوة بأقرانك في الوظيفة العامة الحكومية هذا ويكون نضبط هذا الشروط على المعامل بالتالي المواطن لا ينفس لا يذكر بالدولة لأنه يكون عندها وظيفة موجودة بالحكومة والأهلي وينفسها نفسها بالدولة فإذا وفرنا هذا تجامل ودعمنا وفرنا الأرضية لأصحاب المعامل وسمعنا المنتج الوقتين ومنعنا المستهد الأجلى لجينا بعاشر النصري ومن هذه الدول الأخرى راح راح أقول لك إياها القطاع الخاصي بتوعب أروف على خمس ملايين عامل أفوف موظف أفوف طبعا عدد كبير وحتى راتب يكون أعلى مراتب الموظف اللي تعين بالحكومة في المرة الأولى يعني العامل بده وليس عين 400 دينار المعلم هذا يكتغل 300 دينار ممكن أول 300 ألف العفو بلي إذا إذا عندما تكون تبعد أنت تكون على طاولة وتجيب اقتصاد حين بلي وعند الغرفة للتجارة وعندك الاتحاد الصناعيين وغيرهم من هاي التجاريين بعد دواهم وتتكلم وتخرج في نتيجة إيجابية تحمل توجل العراقة بشكل مطبعي وآنا أطيق معلومة بلي باختصار باختصار لأن راح يخلص الوقت عالمنا المعقولة احنا عدنا عمار نطيهم 175 ألف دينار يعانات وعدنا 700 ألف من غالي بالعراق يشتغل لأدينهم تجار وثياثيين وغيرهم هذه الشركات يأخذون على كل شخص 700-800 دولار التجاري والأبياء صح وغيرهم شغلون 3700-700000 مواطن عراقي وكل واحد مرتبة الخمس أطفال عنده خمس نفات بالعائلة يعني الشغلة تتعلم نف مليون عراقي لكن هذه الزولة يوميا 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 بالمطار ترجعون عبر التهريب وعبر حدود من إيران ومن أردن ومن تركيا ومن الميناء تهريب طبعا يجيبوهم والآن الأكثر من نفة دولة بالعراق هم لا يمتلكون شروط الإقامة ومن تمسكهم الدولة وصفهم السياسيين الموجودين ومساعدين في المحاضرات صح وكلام كثير السيد أحمد وصلي بي كلام كلام كثير ومؤلم والله دكتور غالب الدعمي شكرا جزيلا الدكتور غالب الدعمي رئيس قسم الصحابة في جامعة أهلبيت شكرا مرة ثانية للدكتور تمنينا معانا وقت أطول بس لا والله ما نريد وقت أطول لأنه الكلام كله مؤلم ومزعج وحقيقة يعني يعني احنا نقول دائما تفائلوا بالخير تجدوه لكن لما نسمع بهذه الطريقة وهذا الكلام ما يبقى عندنا أمل لكن إن شاء الله نبقى الراهن الراهن على شبابنا الواعيين الراهن على العراقيين الحقيقين الأصلة خلي أتابع هذه العربة اللي لفتت انتباهها حقيقة وحتى نشوف بعد نختم الحلقة لهذا اليوم خلي نشوف تابعنا معاكم هذه العربة الذكية اللي أيضا أحد العراقيين فعلها وطورها وأضافوا لها هذا الجهاز لذول الاحتياجات الخاصة واللي ما يقدرون مثلا ينتحركون بهذه العربة شوفوا ذول العراقيين هس الوقت خلص بالكامل الرسالة باسم الإمام الحسين سلام الله عليه وإحنا بهذه الأيام بهذا الوضع العراقي الاستثنائي اليوم أزمة كبيرة جدا في البلاد مشكلة كبيرة جدا في البلاد فبالتالي باسم الإمام الحسين نقولكم يا جماعة الخير إذا عجزتوا من حلها فبإمكان أصحاب رؤوس الأموال هم من يقومون بحل هذه المشكلة والقضاء على مشكلة البطالة في العراق شكرا لكم على الهدى الصغير والمتابعة لأن نلتقي معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته